السلام عليكم البعثة المصرية في اليوم العاشر من بالمبياد باريس بعثة مصر في الألعاب البالمبية بعثة منتخب مصر في الألعاب البارالمبية إبراهيم عليكتوب إبراهيم علياسب 7 سبتمبر 2024 قد موقع يلا كورة تغطية مباشرة لمنافسات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اليوم السب إعلان البارالمبياد هي دورة ألعاب أولمبية للرياضي من ذوي الهمم ويشمل ذلك اللاعبين أصحاب الإعاقات الحركية والبتر والعم والشلل الدماغي وتقام نسخة العام الحالي من البارنبياد في باريس بين 28 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التقليدية في العاصمة الفرنسية 26 يوليو 11 أغسطس وحصدت البعثة المصرية حتى الآن أربع ميداليات بواقع ذهبيتين في رفع الأثقال فضية في رفع الأثقال وبرونزية في الكرة الطائرة جلوس السباحة تخوض ملك عبد الشافي تصفيات فردي متنوع مسافة 200 متر في تمام الساعة الثانية عشر وثث ظهرا العاب قوى يخوض كريم رمضان منافسات 200 متر رجال فئة تي ستة أربعة الجولة الأولى في تمام الساعة الواحد وعشر ظهرا رفع الأثقال يخوض محمد صبحي منافسات وزن 88 كيلو جراما في تمام الساعة الثانية وخمسا وثلاثون دقيقة ظهرا تخوض صفاء حسن منافسات وزن 79 كيلو جراما في تمام الساعة ستة مساء يخوض هاني عبدالهادي منافسات وزن 97 كيلو جراما في تمام الساعة السابع وخمسا وثلاثون دقيقة مساء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد